السلام عليكم اخباركم ايه دايما اسعد بوجودكم معايا وفي البداية طبعا وبارك لي الزمال كوية ونقول هارد لك للاهلوية. الشروط التاني النادي الاهلي كان شروط متميز حاولو يعملو حاجة لكن آآ الزمال كان اقوى في كل شيء الدفاع كان على اعلى مستوى والهجوم ومتعة واكلمنا مبارح في اللايف بتاع مبارح وفي التفاصيل كلها. لكن لازم عشان نكون امنة مع بعض ونقول الحق يعني. الزمالك مبارح ادى شروط اول هجوميا ودفاعيا امتياز. وادى شروط تاني جيد دفاعيا هجوميا ليس على المستوى الذي كان يأمله الزمال كوي. وقلت لكم مبارح ان الزمالك فاعدته لايجهز على المنافس. يعني ما يجيله فرصة وطنية تلاتة عادي. طالما يجي جونين وبتاعه والدنيا ماشية بفيش مشكلة والزمالك بيعدي واحدة واحدة والحكاية بتخلص. في ناس مبارح في لحظة التتويج. ودي لحظة مهمة للزمال كوي. الكل كان بيتابع ويتفرج ويشوف. الزمالك عمل حاجة في قمة الاحترام. وفيها حاجة مهمة جدا جدا. رسالة غاية في الاهمية. ارسلها لعيبة الزمالك واضارة الزمالك لكل من تسول له نفسه. او تسول له نفسه. انه يزرع فتنة. انه يزرع خناء. انه يزرع مشاكل. انه يضع. يعني. ما يطلق عليه بزرة الايه? السيء. الحمد لله. زمانك بممر الشرف اللي اتعمل. والتحية. اللي اتعملت لكل لعيبة النادي الاهلي واجهازهم الفني. ومش بس كده. احمد سيد زيزو. راح بنفسه للدكة للتاعة النادي الاهلي. وسلم عليهم واحد واحد. حتى سام على سيدة اب حفيص. اللي مرضيش يدخل بممر الشرف. هنتكلم على سيدة اب حفيص دلوقتي. لكن المشهد ده والله اكاد اقسم لكم بالله انه يقتل او مش يقتل. اسف في اللفظ. ينهي تماما تماما الفتنة التي كان يزرعها على اقصاد. انا مهتم بعلاق صدق الفترة اللي فاتت دي ليه. لانه راجل كذاب. ارهابي. وفي البعض استمع اليه. ولانه كذاب وارهابي لازم يرد عليه فورا ولا يترك. وانها ادارة الزمالك. ولعيبة الزمالك. ردوا على علاق صدق. رد قاطع. قاطع لا شك فيه ولا ريب. ما فيهاش اي مناقشة يا جماعة. هذا امر لا جدالة فيه. الزمالك رد على علاق صدق باداء رائع. وبنتيجة ممتازة. وباحترام شديد. لمنافسه النادي الاهلي. وازاي الممر الشرف اتعمل. والناس وقفت. وسقفلهم. وحيوهم. والامور تمام. والدنيا اللطيفة خالص. حتى اتى الرجل الذي يبحث عن الترند. وهو الحقيقة انه بقى ترند من بعديها. وهنا هتكلم بعد شوية برضو عن ادارة الاهلي. وهو الكابتن سالة الحفيز. البعض يقول لي ما تقولش الكابتن سالة الحفيز. لا هو الكابتن سالة الحفيز. لعب كرة. نحترم لعبه ونحترم وجوده. لكن لا نحترم تصرفاته كمدير للكرة. الحقيقة انه مثال سيء. للروح الرياضية. في فرق بين ان انت. تتجاهل السلام على مرضوه ومنصور انك مختلف معاه. يعني. لكن لعبة الزمالك ما بيحيوك. اه طبع بتحب الشيكبالة. عشان كده الشيكبالة بصلك بص كده وهو شايفك. الوحيد الذي التفت اليك. من لعبة نادي الزمالك. ليشاهدك تمشي منفردا حزينا منهزما. احساس الهزيمة عندك كان عالي اوش. احساس الهزيمة انك حتى لا تعلم ولا تعرق. اول كانت صاحب يزم معجيلي احترامي لا يعرف اساسا. يعني هزيمة. الرجل اللي عارف النفوذ او ماكسب. اقتنع بالكلام. عشان كده ما يسلمش على الراح. راح سلم. طب ما انت يا عم شادي ما هو راح سلم على المنصة. مع ده مرتض. اه لان الكبير اليواران ممثل رئيس الدولة بذات نفسه واقف. لا يجرؤ سيد عب حفيز. الا يذهب الى المنصة وله يسلم. وانه ياخد ميداليته بايده. ماشي البسة. زي ملعبت الاهلي كلهم. محدش رماها زي عمر السلية. لكن لكن اللي عمله سيد عب حفيز. يجب ان يكون له حساب. ولو ما تحسبش سيد عب حفيز على عدم وجود روح رياضية من ادارة الاهلي. فيجب ان تعلن ادارة الاهلي انها هي ضد بقى روح الرياضية. وان هي المنافسة عندها اهلي بس والباقي كله يترمي في الشارع. طبعا. اما اجاب بص على اللي عمله سيد عب حفيز. يا جماعة. هو اول عر سواء. اول الله العظيم. عر. اللي عمله سيد عب حفيز ضهار. اما يبقى لو انا مختلف معك. وقفلك وفتحلك يا دراعي. وقولك تفضل يا فاندي منورني. يعني بقى اعتذرلك. وقولك يا الله يا خلاص اللي راح راح وانتهى لتقص. خصوا انه لو خلاف وجهات نظر يعني. مش مش خلاف على ولا خلاف على يعني حاجات اخرى. ده ده يعني وجهات نظر اه صوت داعلي على ده صوت داعلي لك في الاخر وجهات نظر. فيتفتح لك الباب ولك تفضل ويتعمل لك حاجة مبادرة محترمة من نادي محترم. وترفض. تمشي كده. نزغت شيكبالها النظرة الثاقبة. هي النظرة التي اوضحت قد ايه سيد عبد الحفيز لا يملو قدر ولو واحد في المية من الروح الرياضية. اما ما فعلوا على المنصة. وانه عدم تسليمه ومصافحته رئيس نادي الزمالك. ممثل نادي الزمالك. هنا ادي اشارة لحاجة تانية. ان فين ممثل النادي الاهلي على المنصة. الزماطي. محمد الزماطي. زعلان. متضايق يا سيدي. يا سيدي مش كده. وبعدين لو انت زعلان من كابتن الخطيب ما تطلع تقول. مش تقعد تلمح وتشاور وتعمل وتقول. يا عم استقيل. ازا ما كنتش عجبك البحث الزماطي استقيل. ارجع لصفوف الجماهير. يعني يا كابتن ضماطي. يا استاذ محمد ضماطي. لماذا لا تعود الى الجماهير. ارجع الى صفوف الجماهير ورايح نفسك. اعود مجلس الادارة. لو بيتعامل منطق الجمهور يبقى على الادارة دي السلام والانتهاء. انا مش عادي التأساس من رجل اعمالي ازاي وناجح. ومع ذلك مفيش مشكلة. اما هي مفيش ممثل ما نشوفش ممثل اللي نديها على المنصة. خلاص مش. مبارح اللي احنا بنحكيه ده. كلكم شفتوه وتبعتوه. الزمالك مبارح شيكبالة ضرب مثل مهم اوش. مثل القائد. ازاي تكون قائد. لم يضع قدمه داخل ارض الملعب اساسا كلاعب. لكن ازاي واقف بره بيشجع وبيحبس زملائه. وازاي بينادع على حساب عم جيد ما عمل كرة كويسة. وازاي يشاور للجمهور هيصوا ملاء صوت الاهل. جمهور الاهل بيعلى. وللاهل ضغط فترة الاخيرة. هنا ده اللي انا بسأل نفسي والله العظيم من المبارح. لماذا لم يكن شيكبالة هكذا منذ عشر سنوات. ايه اللي خلاك يا شيكا بتبقى بتفكر في حاجات تانية. انت لو كنت بتعمل ده في الحشر السيني اللي فاته. والله اكاد احلف بالله انه ما كان سيكون وضع الزمالك في البطولات الافريقية والمحلية بهذا الشكل. كله على الاقل. على الاقل انت عندك مثلا تسعتاشر دور بدل تلاتاشر. وعندك على الاقل من الفين واثنين لغاية النهاردة بتاع اربعة كمان افريقيا. فوق الخامسة. هتقول لي شيكبالة ممكن اه لهم شيكبالة جزء من نجاح اللي انتوا شايفينه ده شيكبالة. بقاله سنتين بيقدي دور مهم جدا جدا. انا بصراحة بشكر ادم شيكبالة. ابن شيكبالة. لانه هذا الطفل عندما جاء الى هذه الدنيا تحول شيكبالة الامر اخر. الان كنت اتجاوزت من بدل يا جدا. ده انت اتأخرت اوش. واخرت معانا حاجات كتير. وانت اتأخرت كمان. كنت ممكن تبقى في مكانة تانية ومكان تاني لكن بلا ادنى شك مكانك بقى محفوظ في نادي الزمالك. عملت قدوة ومسج رهيب كبير لتسع من المطشاط اللي جاية دور شيكبالة خارج الملعب. اكبر من دور زيزو داخل الملعب. واكبر من دور محمد عوات داخل الملعب. واكبر من دور امام عشور داخل الملعب. واكبر من دور شيكبالة ذات نفسه داخل الملعب. الدور اللي بيقوم بي شيكبالة خارج الملعب اصبح لا يمكن الاستغناء عنه تماما. خلي بالك شيكبالة. ودي رسالة محبة من محب. كان يتمنى ان تكون في افضل مما انت فيه الان. اما الهجوم الذي تعرض له ويتعرض له وسيتعرض له الكابتن محمود الخطيب وادارة النادي الاهلي بعد هزيمة مبارح. هذا ما قلته لكم. اعتقد ان انا هنا الوحيد بمعنى كلمة الوحيد من كل المتوجدين على السوشيال ميديا وفيديوهات السوشيال ميديا. اللي قلت ان فوز الزمالك سيفتح باب الهجوم على الكابتن محمود الخطيب ومجلس قدارته. وان تعادل تعادل وحيد قادم في اي مرة من المرات القادمة وفوز الزمالك بمرات القادمة معناها ان الباب الذي يفتح للهجوم على الكابتن الخطيب اللي فيه منواشات دلوقتي على الباب هيدخل فيه الجماهير. سيفت من انه فيه مجموعة من المفكرين الاهلوية المخترمة اللي ليهم وجهات نظر وبيشرحوا وبيقولوا اسباب في 8-9 اسباب الخسارة اسباب ايه منها انه لماذا لا تستقيل يا كابتن محمود؟ الان الان يتم الدعوة لاستقالة الكابتن محمود الخطيب لفشله في الادارة الكلام اللي انا كنت بقوله. قاعدوا له علي اسلك زمالكاوي واسلك مش عارف ايه وزملكة الاهلي كابتن العدل القيعي ما قلنا ان الستاذ كابتن محمود الخطيب مالوش في الادارة لجح لكن لان الزمالك كانت ظروف فيها صعوبة شوية ولكن مع لاحظة الاهتزاز اللي حصل للزمالك وخروج المستشان مرتضم وعطل المجلسه ثم عائد خلال دي خاد الزمالك دوري السنة الفاتت والسنة دهو اداء من اللاشيه من العدم. فليرا جه صمع حاجاتي عشان يقول لنا ان القماشة بتاعت لقابة مصر كلها واحد وربنا وان الموضوع كله في الروح وان فيه مدير فني قاعد فيبتفتح دي وقت الكلام على لماذا لا يستقيل الكابتن محمود الخطيب. ده كلام بس استنوا بقى انتظروا فقط انتظروا فقط تعادل للنادي الاهلي سواء مباراة الجونة ولا مباراة المقصة ولا مباراة المقاولين. صدقوني الدعوة للاستقالة هتكون هاشتاج والايام بيننا او كما قال محمود شكوكو الايام بينما الايام هتزبت لكم صحة كلامي كما ازبتت بالفعل صحة كلامي. في النهاية مبروك لجمهور نادي الزمالك هارد لك لجمهور النادي الاهلي القادم ان شاء الله يبقى افضل لكرة مصرية لو المتعة اللي احنا شفناها مبارح دي في كل المباراة احنا ناخد كس العالم صباح الفل والجمال واشوفكم في اللي جاء ان شاء الله سلام.